السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي الاعزاء كده يريد لبس عليكم كده رصحيحة دي لكم كل شي لبس من خلال الصورة الاولى كما تلاحظوا هذه الصورة دي لرايان اللي كانت يطلب نجدة وكنا قلبا وقالبا معه وكنا تنتمنى يربي يخرج بخير وبسلامة وبصحة وعافية ولكن المكتاب والقادر دي الله سبحانه وتعالى سبق مشى الواحد لما كان عزيز وغالي عند الله سبحانه وتعالى ليكون طائر من طيور جنة الله يرحمه هاد الكلمة مخصش نقولوها لي لانه هو اللي خصو يترحم علينا الطيف الباريء لا حول له ولا قوة يا ربي ترحمنا يا ربي وتغفر لينا يا ربي فجاهة الصابي هذا هاد الفيديو هادا اللي تتشوف قدامكم هو فيديو لمشترياتي لشهر فبراير كان يوم سقوط ريان ومكتبش لانني كنت متابعة وكنت متابعة اللايبات وكنت حزينة جدا وكان عندي تعليق اخر عليه هذا هو مطجر او اتاكا داو اللي كان بمدينة سالة مشيت نشري بعض الحاجيات اللي تغا نحتاجه هوا لشهر الاسعار نار نخلا والميسريين الاتمينة زادت بزاف المواد الغذائية وتاحد ما تيهضر عليها الزيوت بارك الله را داير القرون را زيت ويلور داير رجع بخمسة وتسعين درهم اما السميدة رقيقة والغليدة الممتازة اللي كنت ناخدوها بتسعين درهم ورجعت بـ 12 درهم للكيلو اما الطحين كل انواعه لا فرص لا فينو كلهم تزادو تاهمة زيد على المواد الغذائية الاخرى الروز العدس اللوبيه كل شيب كل شي تزاد حتى المتانين بمواد يلا لاحظو الوزن الصافي دياله نقص وخخله بنفس التامر ولكن نقص صف الوزن دياله حنا دابا الان تنشريو الضاقق وتنديرو مقارنة بين بعض الدقيقة دي الطريقة ديالنا في المشترة تنشوفو النوعية كديرا عدا نخدو والاخذ ديالي سبيسياليس في الدقيقة تتشوف اللي صافي واللي عندو الحبات متماسكة في الفينو تتشري ودائما تكون اه اقترح ديالها او الاختيار ديالها ممتاز بعد مرة تمشيو عالدقيق ديالنا اللي بغينا ما تلقوش اذاك النوع تكون يا اما سالة يا اما ما جابوش وهنتو ما كما تتلاحظو تناخدو الخنشة ديالها خمسة عشرين كيلو اللي غا تقدنا الشهر لا فورس والاف الفينو واما السميدة تناخدو غي عشرة كيلو الغليدة وعشرة كيلو الرقيقة اللي تنحتاجوها في الكوسكوس وفي بسبوسة والحرشة المهم اه احنا دا بايا في الكل وار كما تتلاحظو خاوين لان هدا الصباح في الصباح ما تكونوش الناس بزاف وتيكونو البروموسيون ديال بعض المواد كما تتلاحظو الفقيع ولا الفطر الشامبينيون اه تتشري مثلا تلاتة تتكون فيه محضة في عبار اما الزبدة تبارك الله علاء غالاء رجع فيها ديال سنترال كنا تنديوها بخمسين درام للكيلو دابا رجعت خمسة عشر المية للكيلو رد زادت خمسمية يعني خمسة عشرين درام ويا ربي يا ربي تلقاه هرا ما تتلقاهاش نهائيا 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 نقع في جميع المتاجر تتطريد تاخد يا ديك ديال الكيلو اه تتدير بخمستاش المية يعني نفس تمان كنت نفضلو ناخدو يا ديك ديال خمسة كيلو حتى تتديننا الشهر كامل بالخصوص دابا من من رمضان قرب احنا يا المغاربة معروف يهن بتوجات ديال ليه تنوجدو زميطاش باكيا كل شي كل شي تكون خصوص زبدة والزبدة غلات متان بغيش نديرو بالزيت وممكن ما تتلاحظون ان دابا واقفة قداما ديك الالة اللي تتوري الاسعار والله ما قلتها ديك اوغ سيرفيس وخداما نحماق معا داما ما مكتوبش في ديك الباكيا ديال الشيطة ديال السنل وانا خداما نخربق فيها نشوفوش الثمن يطلع ليه احتاجت الاخت ديالي وقالت يوغاش انتي ما قرأت شيش اصلا كنت عاطية دهري ليه اخداما غايتها نشوف الثمن والله اذا تسطيت معا ديك معا ديك الالة والاغلبية يكونوا خاصرين ما عرف ما لهم ايوه احنا غادي نتنظور بواحد نتنطق الدول الحقيقة زوينة كيف كايمة تبشي اللاكيس تتلقى يا خاوية انت ما كما تتلاحظو راسوق كبير هادا متجر كبير انبشي دابال بلاسة ديال تلش اكينا الحرارة وخال وقت ديال الشتا ما كينا والو الشتا شتا الله يرحمنا بيا يا ربي والو والو اه ما عرفش علاش ما صباتش يا ربي يا ربي ترحمنا ولا كنا ديرين شي دنب ولا شي معصي يا ربي تسمح لينا وخما ديرين والو انا غايت نقول ما فعله السفهاء منا ايو والله اغفر لنا يا ربي وتنزل الرحمة ديالك على العباد ديالو ايوه دبا اشتا ما كيناش والاسعار طالعة ولازلنا بهاد الحالة هادير غا تزيد كتار وكتار خسنا نديرو صلاة الاستيسقاء باش ربي يرحمنا بالمطار وهانتو ما كما تتلاحضو انا رفقو ستلاجة سنشري هاداك الشي اللي بغيت وهادا والمكان المختص فاداك الشي ديال معجانات والقطاني والزيتون طبعا والليحدة ها كينا الفواكه والخضار اوه ضروري غا تتاخذي شي حاجة من الموجانات يا اما المحمصة ولا الشعرية ولا الروز مو يمكن الخير ماذا تلاحضو اولا المجعبة كل شي زوين مش كلي فيكم تعجبوا يمشي تقدامين يكون المتجر خاوي الوقت اللي تكون عامر ودحس ما تيجيش التسوق كما هو احنا مشينا دابا المكان ديال الدواجين اه انسيت انا في فيديوهات ديالي مقشت نقول لكم ديروا لي اشتراك ونزلوا الاسفل وديروا نررنا ايه ود كتبونا التعاليق زوينين وهذا هو الفيديو ديال اليوم ويا ربي شتمن عندك ويا ربي ترحم رايان هو مرحوم وترحمنا احنا يا ربي معاه ويا ربي تغفر لينا وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة